موسيقى مرحبا حل اجديد من برنامج اخبار السباح اليوم الاربع 21 ترشين الاول تقارير عديدة رح منكون على موعد مع البداية رح بتكون مع القضية الفلسطينية القضية الام محطة مع ابرز اخبار النجوم العالميين وقفة فكرية مع زملتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير اما ضيفنا اليوم فهو المحامي ميشيل فلاح من اتحاد حماية الاحداث لا نحكي معه اكتر عن المشاكل اللي عم بتعرضو للا الاحداث او الولاد بلبنان وطبعا مفي مين عم برائب البداية باخبار سباح متل العادة اقتصال مباشر من مصلحة الارصاد الجوية استاذ ويسام عبدالله معنا على الخط مرحبا اهلا صباح الخير كيف بك استاذ ويسام ليش الحال تمام سابت احد نحنا عرفنا انه رح بتكون بالمبدأ عم بتشتي بس من هلأ لوقتها من هلأ لوقتها بعدك يعني انت نبصي بهالتقس المستقر اللي عم بيكونوا مسيطر علينا نعم ايه اجمالا من الخميس اللي ببلش هيك الطاقسي خربت شوية لانه بصير في عنا بعض الغيوم الزيادة عم بتكون وفي عنا شوية امطار بالمناطق اللي بقعية اللي عم تكون شوية امطار خفيفة نعم اه طاقسنا الاربع اليوم ما في شي بدل في عنا شوية اه انخفاض درجات الحارة بس هذا شي ما بيأثر علينا اوكي والجمعة الجمعة طاقسنا حيكون بشكل عام غائم حيصير في عنا شوية غبرة اه بتأدي لها سوق رؤية احيانا لنتيجة هوا قوي عم بيكون وعم بيجي شوية من الخليج اه هذا شي بيأدل الارتفاع اضافة بدرجات الحرارة اه ارتفاع ايه حيصير في عنا ارتفاع فوق معادلات الموسمية جمعة السبت بلش تنخفض اه فيك تعتبر من السبت اه عشية بتبلش تسكري لبواب اه هالقد شتة شتة يعني لا لا يبلش الامطار ويبلش الامطار بس حيكون اذا كانت هالغبرة مستمرة بيصير في عنا شوية وحال طيب اول شي خدمي ناسعلك عن الغبرة ما رح نشهد مثل موجة الغبرة اللي قطعت من فترة اكيد لا 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 اذا طبقات خفيفة محدودة اه بس بتروح دغلي لانه حيجي بعض مننا امطار ما بين ناس سبت المساء او بعض الضهر هلا اليوم هولا شي ساعتين تتمنى اكدها اكتر اوكي ولأ ايماتها بتكفي الامطار مبين هلا يبدو انه السبت احد الاحد كمان في عنا امطار على امل ان شاء الله اسبوع الجاي نبلش نحكي نحنا وياكي بالامطار والكميات الى اخري هول ايش اللي بتحبيها يلا خير خير اليوم بس سريعا درجات الحرارة درجات الحرارة عنا هي اليوم 18-29 عنا ع الساحل نعم بشبال 12-24 وبالبقاع من 13-29 والجمعة جمعة لما ترتفع اي بترتفع بتصير شي درجتين تلاتة ارتفاع بدرجات الحرارة نعم وصل لكين لشيئتين وثلاثين تاتة وثلاثين نعم شكرا لك السيد جويسام يعطيك العافية الله معك مرحبا جوال صباح الخير اليك جوال ولكل اللي اللي عم يتابعونا مثل العادة جولة على ابرز عنوين الصحف الصادرة اليوم الاربعة 21-21 بداية جولتنا مع عناوين النهار 4500 لبناني شمالي سلكوا طريق اللجوء جعجع ايران تقايد رئاسة لبنان بالاسد الحوار في موعده الاثنين في المجلس والسانيورا يغيب بداع السفر جلسة تشريع الضرورة قريبا وإلا لا رواتب في كانون الأول ضمن محلية النهار تأجيل محاكمة الأسير إلى خمسة كانون الثاني هيئة التنصيق اعتصمت أمام ديوان المحاسبة وأيضا بالنهار تفاهم جوي أمريكي روسي فوق سوريا 370 قطيرا في الغارات وإيران زادت مستشاريها سفن أمريكية للسعودية بـ 11.25 مليار دولار ومروحيات فرنسية للكويت بـ 2.5 ملياري أرو نتانياهو يهاجم عباس ويتفقد حدود غزة مقتل خمسة فلسطينيين مع زيارة بن كيمون ويختم لليوم بقلم سميرة أطالة عندما تصبح سيباريا هي المفر من النهار إلى عنوين صحيفة السفير لا رواتب ولا قرود في كانون الأول خليل ينظر سأقفل وزارة المال إذا مذكرة تفاهم الروسية أمريكية للسلام الجوية في سماء سوريا بوتين يحذر من انتشار الخطر وواشنطن تعزز مقاتلاتها نتانياهو بمنظاره المغلق يريدون تدميرنا محاولات أممية لاحتواء هبة فلسطين بالصفحات الداخلية لليوم بالسفير عن واقع المسيحيين والرحمة في حجارة الكنيسة وختيما الأسير في العسكرية كلمتان وابتسامة وعينان تقضحان غضبا من السفير إلى عنوي صحيفة الحياة أنباء عن مقتل ثلاثة روس بقضيفة قرب اللاذقية مرونة غربية وتركية حول مصير الأسد وطهران لا تريده رئيسا إلى الأبد وتزوده قوات إضافية قوات مصرية ومغربية إلى عدن قريبا للالتحاق بالتحالف الحوثيون يقصفون عشوائيا أحياء تعز رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجديد زار العراق لساعات العبادي أكد لواشنطن عدم طلب مساعدات روسية تكثيف الجهود الدولية لمنع الانفجار الكبير بن كيمون يحذر من عواقب وخيمة أبعد من إسرائيل وفلسطين ختام معنوين الحياة خسارة للسلفيين في الانتخابات المصرية تابع جولتنا مع المستقبل الدم الروسي يسيل في سوريا تركيا تقبل انتقالا سياسيا يتنحى الأسد بمجبه بعد ستة أشهر المستقبل تتبنى انذار المشنوق وتجدد دعم الحكومة والحوار التعطيل بعيون إيرانية الأسد مقابل الرئاسة قائد الأركان الأمريكي يحذر العبادي من الاستعانة بالمقاتلات الروسية أيضا بالمستقبل واشنطن توافق على بيع السعودية سفنا حربية بـ 11.25 مليار دولار مشروع قرار عربي حول القدس يثير قلق الأونسكو وغضب إسرائيل وكتب لليوم خير الله خير الله رهانوا إيران وحزب الله وبختم مع الصورة الرئيسية لحملة عنوان دربوا الأوجاع وهون عم نشوف طفل محمول تحت المطر على طريق موحل بعد عبور الحدود المقدوني السربي مبارح من المستقبل إلى عنوي صحيفة الأنوار النصاب يكتمل في جلسة اللجان ويتعطل عند انتخاب الرئيس لندن 80 ألف مقاتلا من المعارضة السورية لا ينتمون إلى داعش أو النصرى فلسطيني يدهس بسيارته إسرائيليا اعتدى على متظاهرين 45 قتيلا بانفجار طائرات مفخخة بدون طيار في سوريا سنبقى على ضفة الأمل في الوطن توقيع اتفاق تفاهم أمريكي روسي وبختم مع الصورة اللي عم نشوفها على يمين صفحة وحملة عنوان أربعة لبنانيين في البرلمان الكندي وهي مثل ما عم نشوف النائبة الكندية الجديدة إيفا نصيف النائب فيصل خوري النائب زياد أبو الطيف والنائب ماروان طبارة من الأنوار إلى عنوين صحيفة اللواء برّي لجلسة تشريعية تنقذ الكروض واتصالات مع عون للمشاركة سلام مستاء من عرقلة خطة النفايات والمستقبل تتمسك بالحوار والحكومة فلسطين المنتفضة تستقطب اهتمام المجتمع الدولي كيمون يحذر من سوء الوضع ويقول كفا صفر حربية أمريكية للرياض بـ 11 مليار دولار الملك سلمان يدعو زعماء عرب لقمة لاتينية واشنطن وموسكو توقعان مذكرة لتجنب الاستضام فوق سوريا الغارات الروسية خلفت 370 قتيلا ومئة ألف نازح من اللواء جولتنا متابعة مع عنوين صحيفة البلد والعنوان العريض لليوم برّي يلح على تشريع الضرورة والجلسة الثلاثون بلا رئيس موسكو تدخلنا في سوريا يثبت قدراتنا العسكرية بان من القدس للتحرك بسرعة أيضا باستفحات الداخلية لصحيفة البلد الأسير أمام العسكرية بخير لدرجة الاستفزاز لا رابط بين النفايات والكوليرا ولكن وختيما بالبلد شجرة الزيتون تشعر بتعب المزارع فتكافئه بترجم العنوي صحيفة داديلستار لليوم الغارات الروسية تقتل زعيم المعارضة المستقبل يؤكد على دعم الحوار ردا على رفض نصر الله البرلمان يجتمع مكتملا نصاب للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي خطة أوباما لتسليح المعارضة تخلف مخاوف جديدة وختيما علاقات الأمم المتحدة مع لبنان لا غنى عنها أيضا بترجم العنوي صحيفة لوريان لوجور أمل ضئيل في الجلسة النيابية ضمن ملف الكهرباء الحرية العامة حقوق وواجبات المواطنين فك للنزاع القانوني وضمن محطة ثقافية الخط الأخضر لم يختفي أنقر مستعدة للقبول بمعادلة رحيل الأسد بعد ستة أشهر جولتنا متابعة مع عنوين صحيفة الشرق قتلة المستقبل تدعم المشنوق وتتمسك بالحكومة والحوار جعجع يصعب تكرار سبع أيار بوجود قهوج قائدا ربع ساعة وكفى الله النيابي شر الجلسات بر يتوسل النواب التشريع تلافيا للمحضور المصارف قادرون على تمويل القطاعين وختاما كتب لليوم عون الكعكي ضمن رأي الشرق عيب يا سيادة الجنرال من الشرق إلى الشرق الأوسط مقترح أممي بنشر قوات عربية خليجية بعد انسحاب الحوثيين الحكومة اليمنية ترشح خمسة أسماء للجنة الأعداد لجناب وترفض تحويل المشاورات إلى إعلان هدنة ثلاثة قتل روس في سوريا وقوات النظام تعد لعملية كبيرة في اللاذقية تجاوبا مع مساعي أمريكية أنقر توافق على بقاء رمزي ومؤقت للأسد بن كيمون في المنطقة للتهدئة وكاري يطرح اتفاقا مكتوبا حول الأقصى العمليات تنتقل إلى الضفة ونتنياه يسعى لتحييد غزة ختاما بالشرق الأوسط جدل وتفاصيل جديدة حول مقتل بن لادن جولتنا متابعة مع نوين صحيفة الأخبار بري الحوار في أمان جملات حرب سوريا بدأت الآن وختاما الطريق إلى القراء يمر بالبرنغرافيا ختام جولتنا متل العادة بيكون مع نوين صحيفة الجمهورية والعنوان العريض لليوم بري يدق ناقوس الخطر خريدة لأخطر خلايا فككتها المخابرات عنوان الصورة الرئيسية وأيضا بالعنوان الأخرى من ساحة النجمة توافق وتوسل وإنذار بضرورة التشريع وبختم عنوان الجمهورية إرجاء محاكمة الأسير إلى العام المقبل مع هذه العنوان نكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف وصل أول بحلقتنا من بعد أبرز المواعيد السقفية مع جوال موسيقى موسيقى